بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مهدا الناس بتجالس حياة كتيرة وبتجالس ناس كتيرة والمجالسة دي لها أهداف ولها غايات الحكيم هو اللي بيقنق الناس اللي جالس معهم واللي بيجالسهم دولة مهمين جداً في حياة الناس لأن الإنسان على قد ما بيجالس على قد ما بيحصل له حياة وقيمة إضافية وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينظر أحدكم من يجالس يعني إيه ينظر يفكر يجالس مين إحنا عندنا في حد ممكن نجالسه يرفعنا للسماء وحد ممكن نجالسه يوحدنا في الأرض وعشان كده في ناس كتير بقى تحسة وبتقول إن الدنيا والناس قال للخير فيه وفي ناس بتشوف إن في حالة من حالات اللي استوحاش بيستوحش نفسه وبيستوحش الناس اللي حواليه وتحس إن هي تغيرت قوي عن زمان الناس تغيرت عن زمان ويبقى نفسها بفرصة أو حد يساعدها إن قلوبها ترجع طيبة وسليمة زي ما كانت وفي ناس تبقى شايلة هموم الدنيا على اكتفها وبتتمنى لو تقابل بس حد تقدر ترمي أحمله وهمومه عليه فلما حد فيهم بيصاد في إنسان من أهل الصفة ومن أهل النقاء ويجالسهم بيحس بالنور بيسري في حياته وبيسري لقلبه ويحس إن حياته تغيرت مجالسة أهل الصفة والجالسة اللي احنا بنتكلم عليه هم أهل الصفة بس لازم نعرف مين هم أهل الصفة أهل الصفة كده عندهم سلاسية جميلة أو أوي أهل الصفة دولة أهل الطيابة اللي هم الطيبين وأهل اللين والرفق وأهل الكرم الطيبين أهل الرفق واللين وأهل الكرم هم دولة أهل الصفة ما تلاقيش واحد من أهل الصفة وبخيل أو واحد من أهل الصفة وتلاقيه عنيف أو واحد من أهل الصفة ما تلاقوش طيب والناس ساعت بتخلط ما بين الطيب واللين واللي عنده رفق الطيب ده عنده قيم وبيتعامل مع الناس بصدر منفتح لكن اللي عنده لين ده ورفق تلاقيه دايما بيتعامل مع الناس بالرحمة والشخص الكريم ده بيتلاقيه دايما عنده إيثار بيسعى في خير الناس وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن النار حرمت على من على كل هين اللين سهل أهل الدلالة على الله إيه اللي حاصل بجمال أحوالهم قالوا إنه إن أهل البسمة والبساطة وأهل التماس الأعذار للناس وأهل الاعتذار للناس دايما عن شفهم من أورين حياتنا تشوف فيهم اللي قالوا سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن وإنهم دول أهل الصفا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة حتى هم بيتكلموا شوف الصفاة بتاعهم إيه اللي حاصل لما يقولوا يقولوا سلام خلي بالك قالوا سلامة هنا في بعض الناس أصحاب التدائم الكامي عندهم طريقة سمجة والله سمجة لما حد يجي يجي يديقهم أو يضغط عليهم أو يأزيهم يقولوا سلام فيقولوا أنت بتقول لي سلام لي قال لأن الله قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة فأنا بقول لك سلام لأن أنت جاهل أنت بتشتمه الآية معناها وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا قولا حسنا فكان سلاما يسلم قلبه يسلم قلبه ويسلم قلب الناس عندما يرون الجمال هو ده معنا قالوا سلامة تلاقي أهل الصفة دول يشوفوا دايما الحياة بنون ربنا أهل شكر ورضا تقعد معهم يا مولانا تحسن الدنيا التسعت كده وتفرح بنعمة ربنا ما تلاقومش أبدا بيقرنوا نفسهم باللي عنده واللي ما عندوش ما تلاقومش بيستظهروا النعم بيستعظموا نعمة ربنا مع ما كانت قليلة أهل الصفة دولت مش لازم يكون واحد عنده نعم كتيرة ممكن واحد عنده نعمة حتى قاعد بيبيع حاجة على العربية أو حتى قاعد في سوق مسكين لكن هو من أهل الصفة تلاقي حمد ربنا وشكر ربنا ما بيفرقش لسان كل يوم عندهم كأنه حياة جديدة كأنهم موليد جداد فيه ناس كتير بتقول لهم إيه ده فلان ده مش وقعي أهي صحيحة فلان ما وقعش في الوحلة اللي انت وقعت فيها بس فلان ده وتقعد في حضرة المولاي سبحانه تعالى أهل الصفة هم أهل التزان في تعاملهم مع الناس لا بيشيطانوا حد ولا بيعتبروا الناس ملائكة على فكرة فلما يعتبرون ملائكة يبقون ما بيغلطوش ما بيعملش كده هتلاقيهم رجل متزن عينهم بتشوف دايما الجمال في كل حالة حواليهم وإن اللي حاصل ودايما ما بيطلقوش الأحكام عن الناس ويصبروا عليهم ويحبوا دايما الناس يقبلوهم بقلب سديق يقبلوا الناس بقلب سديم ويحبوا الناس كمان تقبلوهم بقلب سديم طيب وإذا حد قبلهم بقلب من السديم تلاقي حاجة مهمة أوى عندهم ما يكرهوش اللي يكرهه لكن يحبوا اللي يحبوه ما يحبوش أهدات الغيبة والنميمة دي خالص ما نومش فيها لأن قلوبهم دايما في حضرة زي ما أحدث النبي قال لا تحدثوني عن أصحابي فإني أحب أن ألقاهم سليم الصدر مجالسة أهل الصفة أكبر الأبواب اللي بتعلم الإنسان الحياة الطيبة فكرين قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر إنه أنسى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة مجالسة أهل الصفة بقى دول اللي قال عنهم حضرة النبي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوق كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا يا رب سلم يا رب ما تكتب علينا غير مجالسة أهل الصفة أصلي مجالسة أهل الصفة دي مجالسة رائعة في واحد يقول لي وفي حد من أهل الصفة اللي أنت بتكلم عليهم دول نلاقيهم فين دول أهل الصفة يا سيدي موجودين حواليك في كل وقت ممكن يكون في حد من أهل مكالم الأخلاق حد كل ما تشوفه تذكر ربنا سبحانه وتعالى وتذكر كمال وحنان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون شيخ أو عالم بيدلك على الله ممكن يكون أنا عارف أن أنا لما قلت كده هتلاقي حد يترسم في ذهنه حد من المشاخ كده حد من العلمة كده كل ما تشوفه كده قلبه يرئ وممكن على فكرة يكون حد بسيط كل ما يشوفك يدعي لك بقلب صادق على فكرة ممكن يكون أهل الصفة دي زوجتك اللي أنت بتصفها بأن هي سازجة أو ابنك اللي أنت بتقول عليه مالوش خبرة في الحياة بس هو صافي وبيصدق الناس ممكن يكون أبوك أو والدتك ممكن يكون حد من أهلنا الكبار في السن والكبار في الحكمة ممكن يكون من أهل الخير والخدمة اللي بيحبوا العطاء وخدمة الناس ممكن يكون من أصحاب الهمم أو أصحاب القدرات اللي هم صفين أقول لك حاجة ممكن يكون طفل لما تشوفه وهو بيجرى عليك كده وبيلغيك تحس أن أنت في حالة صفة أهل الصفة فينا وحوالينا في كل مكان اللي وإحنا عايزين نشوفه بس الناس بتحس أن ما تستهلش أن هي تجالس أهل الصفة بعض الناس ودي كدمة من أكاذيب النفس الأمر بالسوق تقول لك على فكرة أنت مش مستحق أن أنت تجالس أهل الصفة لازم تبقى على أوحالك أنت بس ومتروحش تلويس المجالس دي أهل الصفة دول مدد من ربنا عشان الناس اللي عندهم ده يتغسلوا في معيتهم ومحبتهم ولذلك الله سبحانه وتعالهم باب من أبواب الود يتودد بي إلينا إلا ولو أنت قادر تفضل كده بعيد عنهم لا ده من وهمك أنت ومن أوحالك إيه وعا تصدق النفس أقبل واجلس معاهم ولما تجلس واجلسهم هتتعلم هتتعلم من أفعالهم قبل ما تعلموا من أقوالهم قرب منهم وسمعهم ومن بيتكلموا عن ربنا قعدتهم وما بيتكلموا عن ربنا قعدة ترد الروح لكن في ناس بقى بتعتقد أن أهل الصفة وأن الأعدة معهم دول أهد ده وقت مهدر ده ده وقت ملوش لازمة بس الرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة أوي لو لشيوخوا الركع وأطفالوا الرضع وبهائم رضع نصب الله عليكم العذاب صب ونزيك أهل العلم علمونا قاعدة مهمة أوي لا تجلس إلا من يدلك على الله حاله بيدلك على الله بحاله يبقى لا أحدا ما بتأكلش ما بتأكلش عيش ده ده بتأكل شهد بتخليك تدخل على حضرة مولانا وفي الحقيقة أنت عشان تاكل الشهد وقلبك كمان يدوق حلاوة مجالسة مولانا سبحانه وتعالى لازم تجالس الناس اللي عارفين نعمة ربنا واللي بيحسه بنعمة ربنا عشان يساعدوك على أن تزول الغشاوة عن قلبك لأنهما دايما شايفين الوسع ويعرف أن أنت بتجالس حد من أهل الصفة لما تلاقيه دايما بيكلمك عن سعة رحمة رب العالمين ويخليك تشوف وسع ربنا فقلبك يسكن ويرضى وفي ناس لما تقعد معهم بقى الإنسان الصافي بيعمل إيه بيتباهد الفرصة للناس الناس تجي تقولك كده الإنسان الصافي يتباهد الفرصة للناس لا الإنسان الصافي أساد في حمى مولانا سبحانه وتعالى إن الله طيب ولا يقبل ولا طيبة فإذا كان هو طيب فهو في حضة مولانا الإنسان الصافي ده دايما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيلنا هو في المجلس إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاق طب مين بقى يا رسول الله قال الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويألفون طب هو حضرة النبي قعد فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن على ما عليه كان في نفس مقامه عند الله فيه عليين وفيه أكرم مكان يكون فيه إنسان فلما تكون قريب من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأن أنت تكون ألوف مألوف وتكون كمان تألف الناس وتؤلفهم تؤلف قلبهم عليك بس إحنا من كتر وتكرار بعض الأمواد الإعلامية اللي بتصور الإنسان إن البلطجة هي الطريقة الوحيدة لأخذ الحق أهدنا قيمة الحق وقيمة أهل الصفة وقيمة أهل الاتزان والحكمة وبقى إيه اللي حاصل يبقى أنت لازم تكون عنيف ومع أن حضرت النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي على الرقف ما لا يعطي على العنف يبقى مجالسة أهل الصفة بتعمل إيه بتعدي بتعدي الإنسان بالصفاء والرضى وحب الحياة والاتزان وكمان الحنان على الناس سيدنا من عطاء الله السكندري بيقول اعلم أن المجالسة تكون بالمجالسة يبقى إيه اللي هيحصل لك هيحصل لك مجالسة لو قعدت مع أمين مع أهل الصفة مجالسة أهل الصفة تحيي قلبك من جديد من خلال خمس حاجات لازم نعرفها فمجالسة أهل الصفة بتصف القلب من الكدر فالواحد لما يقلس مع أهل الصفة يلاقي قلبه كده إيه زال منه حاجات كتيرة وأحمله وأوجعه وحاجات نزلت من على كدفه وسواد بيدوبه جمال تاني حاجة مجالسة أهل الصفة تجدد القلب بالنور تخلي القلب كده يجي له نور وكأن القلب عمل مش عمرة وكأن القلب بقى قلب جديد إلا ما نقت الله بقلب سليم فتخلي القلب بعدما كان حاسس بتخفه الخزدان وقلت الثقة بالله تأوي الثقة بالله والأنس بالله والرضى عن الله وحسن الظن بالله تالت حاجة بقى حاجة عجيبة قوي مجالسة أهل الصفة بتبصر الإنسان بذاته تخليه يعيش بإيه بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة فتخليه النصيحة تدخل إلى قلبه وتأثر فيه فيتغير حال رقم أربعة بقى تجد حاجة غريبة جدا جدا أن مجالسة أهل الصفة تعلم الإنسان إزاي يحيى في الحياة بالقيم وبالنور فيحيي حياته بالنور والبركة ويجد قلبه بيتجدد بالأمل خمس حاجة ولذلك أنا دايما بقول للناس إيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرة لما تجالس أهل الصفة تفهم ده رقم خمسة أن مجالسة أهل الصفة بتهيئ الإنسان لحسن الخلق ومكانم الأخلاق طب نعمل إيه بقى إيه اللي حاصل نعمل إيه عشان نقدر نوصل ونستفيد من مجالس أهل الصفة أفضل طريقة لصفاء القلوب هي أنك أنت تتخلص من فكرة الرفضة اللي ابتدائي أن أنت لما تقبل الناس ما ترفضهمش فرفضك للناس بمجرد انطباعك الأول خصم من حياتك وبيخليك مش من أهل الصفة عايز تبقى من أهل الصفة بلاش أول محد يجي لك تتعامل معه بلا انطباعه الأول يا من انطباعه الأول كذب على كان كداب والناس يقولك الانطباعه الأول يدوم ليه يدوم فيه انطباعات كتيرة تتغير تاني حاجة أول حاجة توقف عن الجلوس أو أنك أنت تجلس في مجالس الغيبة والنميمة واحد يقول له الحمد لله ما بجلس في مجالس الغيبة والنميمة أقول له طب وإيه أكتر الصفحات اللي بتتباعها صفحات الفضايح مجلس الغيبة والنميمة يا حبيبي لازم تتوقف على أن أنت ملكش دعوة بالغيبة والنميمة وخاصة اللي بتكون على السوشيال ميديا مجالس الغيبة والنميمة دي بتغير قلبك وبتخليك للأسف 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 ليس من أهل الصفحة لأن أهل الصفحة بيمشوا مكتوب على قلوبهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه هو ما لا يعنيه تالت حاجة حاول يبقى عندك في حياتك عبادة إيه الإبادة دي؟ عبادة إخراج أجمل ما في الناس وأحلى ما في الناس ساعد حد دايما أن أنت تقدم له فرصة أنه هو يفك بطريقة أحسن أنه يعبر بطريقة أحسن أنه يعمل حاجة أحسن ويبتعد عن الشيء السيء ودي تبقى خدمة من مخلص ومحب رابع حاجة رابع حاجة ابعت رسالة محبة وشكر لحد أزدق إليك نصيحة عمل معك أي حاجة والسلام لو كانت رسالة الشكر والامتنان دي لأولادك ولزوجتك آخر حاجة ادعى لله سبحانه وتعالى دايما اقول لمولاك اللهم إنا نعلم أنك تنظر إلينا وأنت الجميل فاللهم يأسر لنا من يخرج أجمل ما فينا لندخل عليك بالجمال يا جميل يا رب ادعى لنا دايما من أهلي من يدخلون عليك بجمالك يا جميل